موسيقى وزارة العدل تنشر تقريرا حول التدخل السياسي في المحاكم خلاف داخل الحكومة بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو حزب الحرية يتصدر استطلاعات الرأي لانتخابات البرلمانية مطار فيينا يضبط 2500 عملية تهريب في النصف الاول لعام 2024 السجن عامين مع وقف التنفيذ لكوسوفوي روج دعاية ارهابية بيع كنائس في النمسا بسبب ارتفاع التكاليف وتراجع اعداد المؤمنين مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم اصدرت وزارة العدل النمساوية تقرير لجنة التحقيق الذي تناول التدخل السياسي المحتمل خلال فترة عمل الرئيس السابق للقسم كريستيان بيلناشيك الذي توفي في حادث سيارة ويحتوي التقرير المؤلف من 230 صفحة على اجزاء مشطوبة لحماية الخصوصية خاصة تلك المتعلقة بوفاة بيلناشيك وتدخلات وزراء سابقين وحالات قضائية محددة وجاء تشكيل اللجنة بعد تسجيل صوتي ليلناشيك يزعم فيه ان حزب الشعب النمساوي طلب ايقاف التحقيقات واشار التقرير الى وجود نظام قضائيا ذو طبقتين وقد اثار تأخر النشر الكامل للتقرير اثار انتقادات من المعارضة تسبب بيان موجه الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين ناتنياهو الى خلافات داخل التحالف الحاكم بالنمسا بين حزب الشعب وحزب الخضر قادعم حزب الشعب تقديم مذكرة صديق المحكمة بشأن القضية بينما يرى حزب الخضر ان المسألة تتعلق بالاختصاص القانوني فقط حيث وصف وزير الخارجي النمساوي الكسندر شالنبرغ طلب المحكمة ضد ناتنياهو بالمستغرب واكد مكتب نائب المستشار فيرنر كوغلر ان حزب الخضر رفض تقديم بيان بسبب ضيق الوقت مشيرا الى ان النمسا تدعم مؤسسات المحكمة الجنائية الدولية لكنها تتخذ موقفا محايدا تجاه اسرائيل استمر حزب الحرية النمساوي بقيادة هيربرت كيكل بتصدر استطلاعات التوجه الانتخابي بنسبة 27.2% واحتدم التنافس بين حزبي الشعب النمساوي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على المركز الثاني حيث حصل حزب الشعب على 22.8% بينما حصل الحزب الاشتراكي على 21.4% فيما يتنافس حزب النيوس والخضر على المركز الرابع مع تقدم طفيفا للنيوس بنسبة 10.2% مقابل 9.4% للخضر مع توقعات ان يدخل حزب البيرا البرلمان بنسبة 5.1% بينما يبقى الحزب الشيوعي النمساوي دون العتبة المطلوبة بنسبة 2.6% سجلت الجماركو في مطار فيينا حوالي 21.000 عملية تفتيشا خلال النصف الاول من عام 2024 اسفرت عن نحو 2500 عملية ضبط وتمت مصادرة اكثر من 120 كيلو جراما من المخدرات و1.2 مليون يورو نقدا غير مصرح بها كما تم التحقق من حوالي 15.000 قطعة من الادوية المزيفة او غير القانونية واربعة اطنان من المنتجات الحيوانية واشاد وزير المالية ماغنوس برونر بالتعاون بين المطار ودوائر الجمارك واشار الى الرقم القياسي في استقبال 113.000 مسافر في يوم واحد كما ضبطت الجمارك 570.000 سيجارة مهربة وستة قطط حكمت المحكمة الاقليمية في سالسبورغ على مواطن كوسوفي يبلغ من العمر 28 عاما بالسجن عامين بتهمة نشر حوالي 30 منشورا دعائيا على الانترنت لصالح تنظيم داعش وحكمت المحكمة مع وقف التنفيذ تحت المراقبة ولم يصبح الحكم نهائيا بعد حيث تدرس النيابة العامة في سالسبورغ امكانية استئنافه وكان المتهم يعرف او يعرف نفسه بلقب خادم الله ورفع تحية اسلاموية كما نشر صورا واغاني دعائية لداعش وعلى الرغم من تفتيش منزله استمر في انشطته الدعائية حيث يتهم بالانضمام الى منظمة ارهابية وهي جريمة قد تصل عقوبتها عادة الى السجن عشر سنوات تم بيع كنيسة ليرشونفيلد في كريمز مع كامل مجمع الرعية الى المدينة بعد دمج الرعية مع رعية القديس بولوس العام الماضي وتمت ايضا عملية بيع كنائس اخرى في كريمز مثل كنيسة الرهبان الفرانسيسكان وكنيسة الدومينيكان التي تستخدم الان لاقامة قراءات ومحاضرات ومعارض وتعتبر كنيسة ليرشونفيلد في النمسا السفلة واحدة من الكنائس القليلة التي تباع حاليا بينما تشهد كنائس فيين عمليات بيع اكثر ويعود السبب وراء البيع الى ارتفاع تكاليف الصيانة وتراجع اعداد الاعضاء كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات على هواتفكم كنت معكم انا قتيب اللحام امسي سعيدة والى اللقاء اشتركوا في القناة